السلام عليكم أحبابي إن شاء الله يا ربي تكونوا كل صفا وبخير يا ربي الفيديو تاليوم سبيسيال شاركت معاكم حققت حلم من أحلامي الحمد لله يا ربي لعقوبة لكم كامل كامل راح نشارك معاكم في هذا الفيديو وش رحلتي إلى العمراء من لو للأخر وش ديت معايا وش حذرت كل شي يعني أول حاجة يا لبنات رح نشارك معاكم وش الحويش اللي ديتهم معايا وتستحقوهم في العمراء ورح نقول لكم ثانا وش الحويش اللي ما تستحقوهم مش أنا الحمد لله يا ربي لديتهم الكل استحقيتهم وما ديتش يعني حويش زايدة ولا بلا فايدة كي ما شفتوا أول حاجة ريزستانس برمة صغيرة وزوز صحونة يعني تاع بلاستيك واحد هكا بلا واحد غيرك شوية وكاس تاع بلاستيك كي ما شفتوا بالنسبة لقضياتي يا لبنات أنا ديت الماكلة معلبة يعني طيبتها هنا في تونس وديتهم معتل الشركة تعقمهم وتعلبهم ديت كي ما قاعدين تشوفوا هذو ما يعني حاجة تاع شوفوا هاي يا لبنات الباطة كي ما باط الطماطم وكلش وهي دي معلبة يعني غير تحلي وتسخني إن شاء الله هذي وسي تتوفر عنا يعني في سوق هراس مع الناشي ما نعرش مع ناطق أخرى ولا ولاية أخرى إذا فيهم ولا لا مي روعة إنك طيب الماكلة في دارك وتداها وهو ما يعلبوها ويعني أنا ديت كمونية ديت ملوخية ديت عجة مرغيز ديت وش أخر يا ربي لوبيا اللي سنسيال ديت حك مرق فهمتوا لي دي معلبة وكي ما شفتوا بالنسبة للقضيات ديت فرماج ديت يعني ما تكثروش يعني سوقتولي رايح وحده ما يكثرش وإلا ليحب معنت يدي بالزيد وكي تفضل يتصدق بهم ثمه مشي مشكل ديت اللي حلو هذا اختريني نحبو يعني صابلي وكروكون كومون ديتهم عندو واحدة بناني هبلو وهذا لقاتو تع المحقن أو تكسر لي شوية اللي سنسيال لقيتهم ياسر هذو ما وساعدوني وشبعوني سوقتوكي نروح للمسجد الحارم ونقعد مدة طويلة ثم نصب الروحي دي ما معي بوغتمان جاي نحط فاها هذي الحويش فهمتوا ديت عبايات ديت واحد زوز عبايات والله ما ني متفكرة ودي تلاثة تلاثة ولا اربعة حجابات في الكريب فرواسي سوقتوه هي دي ما سخانة ثمه وحتى مش ها سخانة رو كي تمشي والطوفي وتمشي مسافة طويلة تعرقي ما كانش كيفا انا انا اخترت اني ندي معنتها اغلبية تاع الحجابات كريب فرواسي لانه النوعية اللي تساعدني انا منلقى فهم روحي الاز وهذو ما اللي بنات حطيت فيهم الحويش لنستحقهم معي لبافيت ما استحقتهم مش صراحة لانه الوقت هذك اخفت من هذك المرض تاع القيرا ده ولا نسيتم ويسانسييل وديت ربعة لبيجاما ادو معيكم شوفوا لبيجاما يعني كوتان ملتحت تبدلوا فيهم ادو ادو على خاطر وعليه كل يوم كل يوم محسب تدوشي كل يوم وكل يوم تعرقي لازم تدوشي ولازم تبدلي واذا مثلا هو كاي نستح في الاتيل تنشري فيه وكاي اللي ما ينشرش في السطح يعني يبطى شوي بشي شيح القش يعني من الاحسن ادي بزايد لبيجاما انا ديت ربعة لبيجاما وجوني سوا سوا يعني مع التبدل دي سوا سوا ديت هذي يعني الساك دو تواليت ديت الجيل دوش شامبوان الابروز كل شي حويش معنات هات اللي تستعمليهم يعني ما تستغنيش عليهم كي ما نقولو تستعمليهم بغو سادون دون ديفريس تدي يعني الحويش اللي تستعمل عها ديت هذي واحد الصابونة صغيرة قلت باركش نسحقها ما استحقت هاش وش اخر يا رب يعني ما تكثروش عليكم الحويش اللي بلا فايدة ياسر ما تكثروش فهمتو وديت يا لبنات هذي البريزة يعني ردوا بيكم تنساها عراي حاجة لازمة خطر البريزة تمها في السعودية تحت لاثة مش تعزوز يعني بها ترجي تليفون ولا ورالانج اللي حبي يدير رالانج سينو اذا كنتي في غرفة مع عبيد انتي متعوليش ديما على الناس اللي معاك انا صراحة مديت شرالانج انسيت يعني قادر الطيحي مع انتها في عبيد ما يحبوش يمدو حاجتهم يعني سبحان الله ديما نعملو احتياطات الكل انتي اذا تقدري ادي ولهنا كي وصلنا للمطار نحكي لكم واحد الشعور يالبنات اللي حكمني لهنا مفهمتو شعور تأخوف مفهمتو فرحة ما منقدرش نوصف لكم الاحساس في اللحظة هذي حكمني سترس مفهمتش والله رغم هي فرحة فرحة كبارة والله العالي العظيم فرحة لا توصف لكن في نفس الوقت مفهمتاش مفهمتاش والشي كما قاعدين نشوفه كنت معي ماما وانيس وبيرم ما طولناش يعني ما قاعدناش مدة طويلة ياسر يعني في المطار ونحنا نستنو نستنينا شوية ومن بعد وصلنا وصلت المطار قبل ما يوصل قبل ما يوصل لصاحب الوكالة والمرشاة دول استنيتهم شوية كيجو يعني أنا خدمت كل شي عن بعد اماجينو انتم ما نعرف الوكالة ما نعرف صاحب الوكالة ما كنت كيشغل خدمت كل شي عن بعد وكانت يعني كلش صدق ومصدقية ولهنا يا لبنات رح ندفعوا الباقاج بالنسبة لي أنا ديت فيليزة مش مع مرا ياسر فيها غير القضية وديت فيليزة فيها حويجي وفيليزة صغيرة هذي اللي طلعتها معي يعني الباقاج عندك الحق في فيليزة طلعها معاك الطيارة ولا ساوسة كدوسي طلعهم معاك في الطيارة متفوتش العشرة كيلو وعندك زوز فيليزة تاعة 23 كيلو يعني عندك زوز فيليزة الوحدة فيها 23 كيلو يعني بيان أنا صراحة ما وصلوش يعني ما ديتش قلت لكم برشة حويش في الرجعة هي اللي خمي في الرجعة لأنك حجي بهدايا للناس للعفامي تاعك دايما أعملي احتياط باش ما تكي توصلي ثم ما تزيدش تشري فيليزة أخرى بالغلاء يعني دي ما أدي معيك فيليزة تقريبا تكون فارغة شوية كما أنا الفيليزة اللي ديت فيها القضية ثم القضية رح تتكل ورح تبقى ثم يعني حتى إذا تفضل تخلىها ثم ما تزيدش ترجعي معيك القضية يعني هذيك الفيليزة اللي ديت فيها القضية ذيك هي اللي عملت حسابي هي اللي رجعتها بالهدايا هذه هي يا البنات اللي هنا بعد ما عديت وكعشيت وكل عشاني بقيت نستنى في سلداتونت حتى انجي طيارة ما نحكي لكمش على الإحساس ما نحكي لكمش إحساس يهبل يهبل يا ربي يكتبهو لكم يا ربي وما يحرم إنسان من هذا الإحساس يا ربي ربي يكتب لكم كل 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 واحدة رو يتفرج في هذا الفيديو إن شاء الله يا ربي يكتب لك هذا الإحساس يا ربي العالمين ويفرحك قلت لكم اللي هنا دايجاكي طلعت أنا من اللي بجهد معناتها طلعت في الطيارة وأنا دموعي تجريد كيف النوع غير حطت الطيارة مزلنا في جدة يعني مزلنا نطيره في السماء وأنا دموعي ما تحبسش ما حبسدش دموعي من هذيك الفرحة ما نيش مصدقة بلي أنا راني رايحة للعمرة أنا راني رايحة لبيت ربي أنا راني هذيك البلاسة اللي كنت نشوفها ونظر متشوق لها ونظر نتفرج عليها في العطي ليه راني رايحة لها ونظر فاها يعني ما نحكي لكمش لهنا قاعدة نستنى وراني خايفة شوية ما فهمتش الخوف وعليه فهمتوها حكمني شوية خوف مع بليش كأنه شتي زي هذيك الإنسان اللي هي اللطفة علي وعليكم يا ربي والموت رايحق علينا كامل شتي كأنه الإنسان راح يموت ورح يروح يقاب الرب ها كيك أنا عرفتوها كيفية ها كيك أنا حسيت سوغتوه النهار اللي كملوا الفيديو هذا وفيديوهات الأخرين وسوغتوه النهار اللي راح حنروح ونعملو فيه العمرة نهارا ذاكي كشكل حسيت روحي بلي سيبوه راح نموت ورح نقابل لربي وخلاص والله يعني الموت رايحق علينا كامل لطفة علي وعليكم يعني هذي حق الموت علينا حق الكل المهم يا لبنات إن شاء الله هاي ربي كتبها لكم يا ربي العالمين نحنا في الطيارة خطوط سعودية اللي رحنا معاهم يعني كانت رحلة ما شاء الله ما حسيتش أنا وحدة بالناس ما حسيتش بالطريق لأني رجدت رجدت مسافة طويلة رجدت دايش على هنا بدت تحت داي ماري طيارة وانا نبكي تخيلوها انتم طول طول نبكي ما الفرحة غير نبكي ما صدقتش حتين وصلت ثميكينا وباقية مش لي مصدقة غني ندور ثمة ومش لي مصدقة الحمد لله يا ربي الحمد لله حققت الحلم اللي كنت متمنيت وصفي عندي قد تيه نسنا والحمد لله يا ربي اللي حققته لقوا باليكم فولا لحناي البنيت كيشت رح يعني حطيها للطيارة كنت يعني من اللي قعدنا يعني نحكي لكم على تجربتي مع الخطوط السعودية من اللي رحناه وما يجيبولك هالجوه هالجوه هالقزوز هالالفطور من اللي يعني من اللي يركبنا وكل مرة يجيبولك حاجة فهمتوا يعني ما شاء الله ماكلة عجبتني لحنا الحاجة اللي بكيت ياسر وسيع لها بيرم ولدي اول مرة نفارقه ولده شاح يصبرني عليه 15 يوم لحنا كيشغل نبكي نبكي فرحة لنا رايحة البيت ربي ونبكي كيشغل فارقت ولدي وانا اول مرة بيرم نبعد علي يعني كي يبعد يبعد علي يبيت ليلة عند أختي كي نجي ثمى لسوق هراس يبيت ليلة وخلاص يعني مش مال فنبعد علي هكا كيشغل جتني شوي صعيبة ومن بعد غير وصلت ثمى وقالت هالي دي جامعة مقبلكي رحت للعمرة قلت لي تنسي ولادك تنسي العالم كامل تنسيها وفعلا تروح يتمى يعني تنسي الدنيا الكل انا يعني كنت عا تواصل مع عيلتي ومع ولدي يعني كل يوم نهدر معاه مامكي قعد عند ماما ما مقلقش يعني لانه يحب ماما متعلق بها هذي هي ولهنا يا لبناتكي جابوا لينا الفطور شاركت معاكم كل شي يعني الماكلة كانت تبنينا صراحة معا انا كنت شيعينا كليت كليت الحمدولله يا ربي عجبني يعني كل شي صراحة شوفوا ليك المنظر ما شاء الله واحد الاحساس اللي هنا كنت نحس فيه طايرة صح فرحات خلطت علي المشاعر شاء الله يا ربي لعقوا باليكم يكتب هلكم الكل يا ربي نحكي لكم قصتي مع العمرة العمرة كنت رح نروح في 2023 بعد رمضان يعني برمجت في 2023 قبل رمضان ديجا انا برمجت على اساس رح عمرة تشويل بعد رمضان ويعني تواصلت حتى مع ولد خالتي مرشد وكلش وعلى اساس قلت نبدا هكا نوجد روحي وربي سهل بعد نلقى روحي حامل حامل بابني محمد بارا شاء الله في الجنة يا ربي وليدي استبحت هالعمرة كي جا من عند ربي فرحت مش رح نقول لكم فرحت بيه وكلش قلت معليش مش كاتبة العمرة العام هذا واستبعدتها لانه البلاصة هذي كانا نحبي تروح لها كنت تروحي ثم مع الاولاد تتعبي تتعبي يعني وشفتهم مفعلا وروحت وشفتهم يتعب والولاد وليزم تبروفيتي في الايامات هذيك لازم تبروفيتي غير للعبادة يعني كنت معيك وولادك رح تديرونجي شوية ولي ما عنده شوين يخلي ولاده ويقدر يديهم يديهم هنا نحكي لكم هناك الإحساس وش بكيت وش بكيت باللي راني في هذه البلاد وفي هذه الأرض وراح نروح نديرهم مرة يعني واحد الإحساس يهبل ربي يكتبه لكم نكمل لكم القصة يا البنات فيسع فيسع كي قلت لكم كنت رح نروح في الوقت هذيك بعد كي جا معنتها نلقى روح يحامل وكلش استبعدتها قلت مشكيت بها ان شاء الله مرة أخرى يعني استبعدتها وتشفوا يا البنات بعد موت ابني يعني بنهار مين هبطت منشور وقلت لكم باللي راني فرحانة راني فرحانة يعني النهار لي بكيت فيه اللي لذيكة بتتراضية راضية لأني اللي لذيك أنا قلت لها مخلاص ان شاء الله هنا رتح شوية لأني كنت نافس وكلش بعد موت ابني قلت قلت اني سيبوا رح نروح للعمرة ثم أنا قررت القرار لا حول ولا قول لا بالله تفكرت يعني هذيك الحمدولة على كل حال الحمدولة 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 يا ربي على كل حال وقت هذيك أنا ديجا ديجا للعمرة قررت اني نروح في ال كي ولدي ديجا في السبيطار وحبس قلبه للمرة الثانية كي حبس قلبه للمرة الثانية قلتها قلت إذا خلاهولي ربي يعني مذبية وليدي ويكبر عندي وي قلت إذا ربي ده أمانتو راني نعمل العمرة هي أول حاجة قبل كل شي وفعلا والحمدولة يا ربي والحمدولة بالدعاء بالدعاء يا لبنات ما نحكي لكم شو وش دعيت وش دعيت وش دعيت في اليوم معارفات وش دعيت وش بكيت يا ربي كتبالي ما عادش ندعي حتى حاجة ما عادش نقول يا ربي عوضني ولا ربي يهديني ولا ربي يرزقني ولا ربي لا بطلت الدعاء ندعي غير يا ربي كتبلي العمرة يا ربي كتبلي عمرة يا ربي كتبلي عمرة إن شاء الله يا ربي كما تكونوا أنتم نرجعوا لمحتوى الفيديو يا لبنات كيما شفتوا وذيك الشامبر تعالى اللي هناك وصلنا للمدينة المنورة يعني من جدة ديريكت رحنا للمدينة المنورة قاعدنا فيها ترواجور ولا كاتجور ومن بعد عدا رحنا للمكة حبيت نشارك معاكم الحويج يكونوا معايا في الساكودو ونخرجهم معايا يعني لازم يكونوا معاك اللي هي السجادة تكون هكا صغيرة تتطبق يعني بسهولة اللي هي هذا الباتش اللي يعطوه لك تعلاجونسي فيه كل شي يعني اسم الفندق كل شي هذي الترموصة روعة من الحواجات اللي شريتها من دم تشعلها تحكم المباردة روعة هنا في الساكودو المصحف هذا الرينج لايت يعني مستعملتوش صراحة والشابو وبارابلوي جيدها وهذه هما يعني شوفوا يا لبنات لهنا اول خرجة يعني كي خرجنا المدينة المنورة واحد الاحساسي يحب لي هب لي هب لي هب لراني انا قلت لكم مشتوى من اللي روحت ودموهي تجري تجري زوختو في اللول في اللول طري ما زال ما اصطدقتيش ومن بعد تصدقي الحلمة وتعيشي فاها ومن بعد كي تقرب بقريبة الروح وكي ما نقوله بنهارين ثلاثة يزيد يحكمني هذك الهستيرية تعليبك انك رح تخرجي من الحلمة هذي صعيبة 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 ياسر بيه هي انك تروحي وكلش وكي جي مروحة صدقيني انا تعبت تعبت نفسيا تعبت والحد الان ما زلت ما نيش مستوعبة اللي انا روحت وما زل حد الان ما تخطيتش المرحلة هذية تعال اني روحت وخليت البلاصة هذيك شغل كلش بقى في وذني صوت لاذان صوت القارئ صوت هذوك العسكر تاحمل يقولوا يا حجة يا حجة كل شي كل شي مزيل معنتها مزيل ما تنحيش من مخي ومن عقلي ومن قلبي ان شاء الله العودة يا رب العالمين ان شاء الله العودة والعقوبة عليكم الكل يا ربي اللي اهنا ديجاني يجغلنا نصور ونبكي ومشي مصدقة هذوما هذوما اللي كنت نشوفهم في الفلاتيلي هذية اللي نشوفها في الفلاتيلي يعني انا ندور فيها يعني يا ربي وصلني الهنا يعني ما شاء الله مش رح نقول لكم ان شاء الله ربي يكتب ليكم ودوروا في هذي البلاصة يا ربي الهنا يا البنات رعني في المسجد النبوي الشريف واحد الاحساسي هب اللي تقولي الهنا وين مشا الرسول عليه الصلاة والسلام الهنا دارو الهنا القابل القبر تاعو الهنا المسجد تاعو يعني واحد الاحساسي هب يهب نحبسه شوية ونخليكم تسمعوا وتستمتعوا شوية اشتركوا في القناة وこれで اعطاقت serious هشتركوا في القناة خليتكم استمتعتوا شوية بصوت الأذان وقلوا لي تراف لي كومنتار وش كان إحساسكم وش حسيتوا يعني والله إحساسي هب لنهارات هيدم ديجا ما شفتوا نقول لكم حاجة يا البنات والله العالي العظيم غيراني نحكي من قلبي والله 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 شتوا هيدو الأيامات ما يجي كيفهم حتى حاجة والله العالي العظيم اللي تقولي أوروبا اللي تقولي حتى بلاد في العالم إستيك تكوني لهنا تحسي روحك سيباك في الجنة والله العالي العظيم غير تحسي روحك في الجنة قسمان بالله أنا قلت لهم هذه الرحلة سميتها رحلة التعافي إذا ركي مريضة إذا يعني إذا ركي تحسي في روحك تعبانة إذا إذا تقدري حتى إذا ما تقدريش إمكانياتك ما تسمحش الدعاء إدعي 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 في أي وقت ما تقيسيش با هي كتب لك ربي جيل ما كان هذا ما كان طاهر روحك والله العالي العظيم إذا نجمت نتخطى هذه الأيامات إن شاء الله العودة يا ربي وربي كتبها لكم ثاني لهنا يا لبنات وصلنا لنهاية الفيديو لمازال مش دايرة اشتراك تشترك واستنوا مني الأجزاء الأخرين ترجمة نانسي قنقر